قدي ايه طريقة البسترمة سهلة وبسيطة جدا جدا لو تعلمتها طريقتها وتكنيكها الصح اوعيدكم ان انتم عمركم ما تشتروا بسترمة جاهزة تاني هي سهلة وبسيطة وعيبها الوحيد ان هي بتاخد وقت طويل بس في التسوية بتاخد حوالي عشر ايام يلا بينا ندخل على طريقتها بالتفصيل وهقول لكم ازاي لو ما عندكمش عرق تعملوها باي لحمة موجودة عندكم لو اول مرة تشوفوني انا شايماء حسن اولا انا معايا عرق لحمة تربيانكو حوالي اتنين كيلو اتنين كيلو بعد اما نظفته وزنته لقيته اتنين كيلو او عرق فلتو الموجودة عندكم طب انا دلوقتي ما عنديش ولا عرق تربيانكو ولا عرق فلتو هنعمل ايه مش هنعمل بس طرمة لا طبعا اي قطعة لحمة حمراء عندك من غير اي دهون ما تكونش موزة هتنفع جدا في البس طرمة تمام كده هنبتدي بقى نعمل ايه انا نظفتها كويس جدا مهم ان احنا نظفها من الشغط من الدهون نخليها حمراء تماما هبتدي اعمل فتحات فيها كده بالسكينة ومعاي حوالي كوباية ملح هبدأ اوزع الملح ده بقى في العرق كله كده وداخل الفتحات كمان لازم ادخل في الفتحات دي ملح الملح ده هو اللي هيجفف لنا اللحمة بتاعتنا وهيخلي اه هيخليها تنزل اي مية زيادة فيها تمام غلفت اهو اللحمة كلها بالملح كل حتة فيها ملح نعمل عادي طبعا بتاعنا ده بنفس الشكل ده ومن ننساش ندخل في الفتحات اللي عملناها في السكينة ايه الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه هنجيب معانا بقى شبكة ومعانا قطعة شاشة وهنبدأ نلف اللحمة بتاعتنا في قطعة الشاشة دي هنسيبها لمدة قد ايه طبعا لازم هنحط فوقها تقل اه انا كان عندي الدمبلز بتاع الرياضة ده فحطيت الاتنين كل واحدة خمسة كيلو يعني حطيت حوالي عشرة كيلو فوقها ما عندي كيش طيب دمبلز ممكن تملي حلة فيها مية او ازازة كبيرة فيها مية وحطيها فوق اللحمة هسيبها لمدة قد ايه لو انا عشان في الصيف سبتها لمدة 18 ساعة ولكن لو انتوا في الشتاء بره في المطبخ العادي خالص من غير تلاجة بصوا بعد 10 دقايق ابتدت تنزل المية هي بصوا ده شكلها بعد 12 ساعة هقلبها على النحية التانية وهتخلص من المية اللي نزلت دي وهسيبها تاني يعني انا سبتها المجمل بتاعها سبتها 18 ساعة لما لقيتها خلاص ما بقيتش تصفي مية خلاص ابتدت اعمل خطوة اللي بعدها طب لو احنا في الشتاء هنسيبها لمدة 24 ساعة خلاص هشيل بقى الشاشة دي وهبدأ بقى شطفة سريعة جدا 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 لعرق اللحمة ده سريعة جدا ما تسيبهاش في المية كتير خلاص اطلعتها على مناديل هنشفها كويس جدا وهحط كده هعمل فتحة بالسكينة احط فيها الفتلة واربطها دي الفتلة اللي انا هعلقها منها وهعمل ايه بقى في اللحمة هبدأ اعلقها تاني لمدة 18 ساعة تانين ولو احنا برضو في الشتاء هنسيبها 24 ساعة تمام بس كان الجو حر جدا فلقيت اللحمة نشفت معايا بسرعة ما استهلش ان انا يعني الوضع ما استهلش ان انا هسيبها مدة اكتر من 18 ساعة طبعا غطتها بمناديل بالشكل ده وسبتها 18 ساعة بعد 18 ساعة جبت بقى 10 ورقات لورة ومعلقة كبيرة اللي هي الكوبيبة الصيني دي تدت ضربتهم كده في المطحنة بتاعة التوابل هنزل عليهم بايه معلقة كبيرة فلفل اسود معلقة كبيرة بابريكا اتنين معلقة كبيرة ملح وده ممكن نزود البابريكا عن كده بس هقولكم في انهي حالة هنزود فيها البابريكا خليكم معايا بس واحدة واحدة ضربتهم هنا عامتهم كويس هركنهم دلوقتي على جام هجب بقى معايا في الخلاط او في الكبه رصين توم بعد ما نضفتهم من القشر بتاعهم هنزل عليهم بايه هفرومهم الاول كويس ناعم حبة فلفل كبيرة كده حمرة لو ما عنديش طايف فلفل هستغنى بقى عن الفلفل بنص كباية بابريكا هنا زي ما بقول لكم نزود بقى البابريكا يعني لو ما فيش فلفل في الحالة دي هنحط بابريكا هنحط نص كباية ولكن لو في فلفل هنحط حباية فلفل كبيرة كده فرمتهم ناعم وحطت التوابل معايا بقى كباية ونص حلبة مطحونة هنزل عليها بقى بالخليط اللي انا عملته ده طبعا لان الفلفل فيه ميا فانا محتاجتش ازود ميا كتير هزود دلوقتي ميا لحد ما تبقى معايا عجينة كده سهل ان انا افردها على قطعة اللحمة ولكن لو انت حط بابريكا اعتقد هتحتاجي مثلا حوالي من نص كباية ميا لكباية لربع لحد ما تلاقي القوام بتاع العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هجيب بقى اللحمة بعد الثمنتاشر ساعة ما خلصوا شايفين ناشفة هي خالص ما فيهاش اي ميا تخلصت من كل الميا اللي فيها هبدأ بقى اوزع عليها افرد الخليط ده عليها بالشكل ده وساوي احاولي اساوي كله يبقى سمك واحد هبللي طبعا الكيس اللي انا بعمل عليه ده او لو بتعمليه في طبق بلليه علشان الخليط ده ما يلزقش فيه وهفضل ابللي ايدي بقى في المرحلة الاخيرة بعد ما خلص توزيع الخلطة كلها على اللحمة هبللي ايدي بقى وانعمها كده بالشكل ده بيحس تبقى مالسة خالص معايا خلاص خلصنا هو طبعا اول ما هنعملها هنلاقي ريحة بقى مفحفحة كده عارفين احنا الماركتات اللي بتعلق البسترمة كانت بتاع الزمان دي هنلاقي نفس الريحة دي كده في المطبخ ماليا الدنيا علقتها بالشكل ده علقيها مثلا على حرف انا علقتها على حرف الفريزر لمدة ايه لمدة عشر ايام بالشكل ده خلصت اهي البسترمة بعد عشر ايام بالزبط شايفين بقى لونها جميل ازاي وحمره وتحفة جدا وهقطعها بكل سهولة سني بس السكينة بتاعتي كويس هتلاقيها بتتقطع عهيشة رايحة رفيعة جدا اهو بالشكل ده جميلة وممتازة جدا جدا وما فرقتش ابدا عن البسترمة اللي احنا بنشتريها جاهزة انا بقالي سنين بعمل البسترمة بالطريقة دي كل ما يهفنا الشوء للبسترمة بعملها بنفس الشكل وما لمشتريش جاهزة اه لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتم تدعموني بلايك وتشيروا الفيديو بقى الحبايبكم اللي بيحبوا البسترمة شكرا لكم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم